استقبل وزير الخارجية سمح شكري مبعوث المناخ الصينية شيشنهوى حيث أكد شكري خلال اللقاء على دور الهام الذي تطلع به الصين في عمل المناخ الدولي ودورها الرئيسي من خلال مدموعة السبعة وسبعين زائد الصين التي أصبحت ذات ثقل كبير في عمل المناخ الدولي متعدد الأطراف كما أعرب شكري عن التطلع لاستمرار التشاور وتنصيق مع الصين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة من جهته أكد المبعوث الصيني على حرص بلاده على ناجح مؤتمر قب 27 مشيدا بتركيز المؤتمر على قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي أصبحت تمثل ضرورة ملحة لتحويل الوعود إلى واقع الملموس مضيفا أن تضمين قضية الخسائر والأضرار لأول مرة على جدول أعمال المؤتمر خلق مناخا إيجابيا مع بداية المؤتمر شكرا